مساء الورد والياسمين النهاردة هنعمل صنية الفراخ بالبطاطس وعالطريقة المصرية اسهل واسرع طريقة وكمان طعمة طعامة ملهاش حال صنية الفراخ دي لازم بتكون مرة اسبوعيا على الصفرة بتاعتنا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة شوفوا الفيديو للاخر عندي النهاردة هعمل فارختين ومجدت على الفرخة 8 قطع ده هنا السدر بتاع الفرخة انا جدت على نصين زي ما انتو شايفين وكمان الورد قطعا نصين الورد والدبوس وطبعا مخصولين وزي الفل وجاهزين على طلعة التتبيلة والتتبيلة بتاعت هي بصلتين متوسطين ونص حبة فلفل واربع خمس فصوص طوم واخدتهم في الكبة فرمتهم فرم نعمل حد ما البصل بدأ ينزل المية بتاعته بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنزل بيهم في طبق عمي وهضيف لهم صلصة او عصير طماطم لو متاح وطبعا لو هنعصر طماطم ما نضيفش اي مية خالص هو بس نعصر الطماطم على كده وبعد كده هحط معلقتين من الملح المعلقة اللي انا بعاير بيها دي معلقة صغيرة بمقدار نص معلقة حطيتها اربعة يعني بمقدار معلقتين وكمان معلقتين من الفلفل الاسود ومعلقتين من البابريكا وكمان رشة جوست الطيب بسيطة لو عايزين تستغنوا عنها اتسوكين وكمان شوية زيت حلوين حوالي نصف كوباية ومعلقتين من دبس الرمات ودي كل التتبيلة بتاعتنا لو حابين اي بخار تاني عايزين تضيفوه برضو مفيش مشاكل دي البهارات اللي انا حطيتها في التتبيلة بتاعتي بجلبهم بتجليبة حلوة خالص واتأكد انه الملح مزبوط وبعد كده باخد الفراخ واتبلها في كل حتة من بره ومن جوه وتحت الجلد في كل جزء وطبعا التتبيلة دي تنفع الفراخ لو هتعملها فرخة كاملة او تعملها مثلا نصين تقطيع نصين او هتعملها على اربعة انا هنا عاملها على تمن قطع وبتبل كل الفراخ بتاعتي واسيبهم نص ساعة جاب ما دخلهم الفرن عامل كل الكمية زي ما انتو شايفين بالشكل ده وكنت مجدعة اربعة حبات بطاطس وعملهم ترنشعت وغسلهم غسلة حلوة خالص ومخليهم في المية علشان اللون بتاعهم ما يغمقش الحد ما تبل الفراخ بعد كده كمية التتبيلة اللي فضلت هتبل بها البطاطس برضو بالشكل ده بعد كده بسيب البطاطس والفراخ نص ساعة على الاجل جاب ما دخلها الفرن علشان تكون تشربت شوية من التتبيلة وممكن تعملوا التتبيلة دي من بالليل صراحة بيكون طعم هواهم بس لو احنا مش فاضين بنتابلهم نص ساعة وغطي الصنية برق الفويل وبعد كده هكون مسخنا الفرن على درجة حرارة عالية ودخلهم على رفل في النص هتاخد في الفرن من ساعة ونص لساعتين وبعد كده اول ما تأكدين للفراخ الزوت بشرل الفويل خالص وشغل الشوية بديها لون خفيف زي ما انتو شايفين او لو حابين تزودوا اللون عن كده يعني زي ما تحبوا المهم لما شغل الشوية بخلي برضو الصنية في الرفل في النص علشان تاخد اللون براحتها وما تتحروقش معاي وبعد كده بنطلعها بالشكل الأمر دائب ألف هانا وشيفها على جلب اللي اكل صراحة طريقة سهلة وبسيطة والفراخ بيكون طعمها ممتاز وكمان عايزة جولكم اللي احلى من الفراخ البطاطس البطاطس طعمها خطير ودايبة وملهاش حل وهنا حطيتهم في الصواني اللي هيطلع فيهم الفراخ وعليهم رشد بيكدونس بيدي طعم ممتاز مع الفراخ والبطاطس اتمنى الوصفة تكون عجبتكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد سي يو باي باي اشتركوا في القناة